دي مجموعة جديدة اكتشفها وينر سنة ستة وخمسين ووينر هو اللي عملنا الRH موكليتشر كلمنا عليه قبل كده لقى وينر ان فيه anti-I antibodies في السيرة of the patient يعني في السيرة بتاع المرضى اللي عندهم مرض مشهور جدا اسمه infectious mononucleus الانفكتش اسمه موكليوزز ده disease الانفكتش اسمه ابيشتاين بار فيروس ابيشتاين بار فيروس ابيشتاين بار فيروس الابشتاين بار فيروس بيعملين مشاكل كتيرة جدا في الجاز العصبي central nervous system في الرؤيا بيعملين تورم لالتونسل بيعملين لينفادنوباسي الغلد اللينفويه تتورم بيعملين مشاكل سورس روت التعب في الحلق ريسبيراتري سبينوميجالي بس اهم حاجة بقى عايزين نتكلم عليها انه بيعملين اتباكل وايد بلوت سيلز بمنون عليها مونونيوكولر سيلز عشان كده المرض سمية بانفيكشواز مونونيوكولوز انفيكشواز جايب من ان فيه ابشتاين بار فيرال انفيكشن و مونونيوكولوز انفيه اتباكل مونونيوكولر سيلز اللي هي عباره عن شبيهه بالمونوسايلز شكرا